حضرت الجبهة اللبنانية عند الحدود مع فلسطين المحتلة في حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي لقناة الحراض من برنامج المشهد اللبناني فأكد العمل على حل دبلوماسي للوضع في الجنوب ربما سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة وشدد على أن المطلوبة إعادة إحياء اتفاق الهدنة وتطبيقه وإعادة الوضع في الجنوب إلى ما قبل العام 1967 وإعادة مزارع شبع التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجيا والعودة إلى خط الانسحاب الصابق بموجب اتفاق الهدنة كاشفا أن مستشار الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين سيزور بيروت هذا الأسبوع وستبحث معه كل المسائل وحول التحذيرات التي يتلقها لبنان من احتمال حصول حرب قال ميقاطي أبلغنا الجميع استعدادا للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701 لافتا إلى أن المطلوب العودة إلى خط الانسحاب الصابق بموجب اتفاق الهدنة وأن التهديدات التي تصل للبنان مفادها وجوب انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني مؤكدا أن هذا الأمر جزء من البحث الذي يجب أن يشمل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها للسيادة اللبنانية وبحال استطعنا تحصيل حقوق لبنان فأن حزب الله لا هدف له إلا المصلحة اللبنانية وعن ملف الخرق السيبراني في مطار بيروت أكد ميقاتي أن التحقيق في هذا الملف لم ينتهي بعد وهناك ضباط متخصصون يتابعون الموضوع وفي مخص التعيينات العسكرية قال الاتصالات مستمرة في هذا الإطار والموضوع سيطرح على مجلس الوزراء في الوقت المناسب والأولوية لتعيين رئيس للأركان معلنا أن هناك نوع من توافق على الاسم المقترح وفي مخص الملف الرئاسي الفتميقاتي إلى وجود حراك دولي ولكن يتقدم عليه وضع المنطقة اشتركوا في القناة